هذه أبرز العنوين الباء عن عزم الجميع وضع خريطة المملكة المغربية في قمسان المنتخب الوطني المغربية شاهد ما وقع بين وليد الاجراغي ومدرب إفريق الوسطى بعد مباراة المغرب مدرب إفريق الوسطى المغرب هو أفضل منتخب في إفريقيا أو أي فريق كان سيأخذ مباراة اليوم سينهزم لكن الحكم كان عليه القيام بعمله أحيانا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس أنباء عن عزم الجميع وضع خريطة المملكة في قمسان المنتخب الوطني المغربية تم تدول أنباء حول نية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إدراج خريطة المملكة المغربية على قمسان المنتخب الوطني المغربي في المباريات القادمة وتأتي هذه الخطوة للتهزيز الهوية الوطنية وتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية خاصة مع التأييد الكبير الذي اتحضى به من قبل الجماهير المغربية وينتظر أن تكون هذه الإضافة على القميس بمثابة رمز للفخر الوطني وأن تعرض في كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب إن شاء الله مما سيزيد من دعم الجماهير للمنتخب الوطني شاهد ما وقع بين وليد رجراكي ومدرب إفريق الوسطى بعد مباراة المغرب في تصريح مؤتر بعد مباراة المنتخب المغربي ضد إفريق الوسطى تحدث وليد رجراكي مدرب المنتخب المغربي عن الموقف الذي جمعه مع مدرب إفريق الوسطى ووضح رجراكي أن المدرب المنافس كان يواجه مشكلة مع عزد أنحي وقد حاول رجراكي التهدئة بقول أن المهم هو التركز على اللاعب والعمل بجدية هذه الحادثة تأتي في سياق العمل الجاد والتكتيكي للمنتخب المغربي وكانت صفعة على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن حدوث شجار بين وليد رجراكي ومدرب منتخب إفريق الوسطى بعد المباراة الجادر بالذاكر أن المنتخب المغربي نجح في الحوزة الإفريق الوسطى بنتجة أربعة أهدف نظيفة ليواصل تألقه في التصفية الإفريقية مدرب إفريق الوسطى المغرب هو أفضل منتخب في إفريقيا وأي فريق كان سيخد مباراة أمامه سينهزم لكن الحكم كان عليه القيام بعمله أحيانا يرى راول صفوه مدرب منتخب إفريق الوسطى فريقه لازل أمامه فرصة للتأهل لكأس أمام إفريقيا 2025 معربا عن غضبه لعدم حصول بعض لاعب الفريق الوطني على بطاقة صفراء خلال مباراة الجولة الثالثة والرابعة من تصفية الكن وقال صفوه في ندوة صعفية التي تلت اللقاء سعيد بردة فعل اللاعب لأنه بالرغم من نتيجة رأينا فريق كان يخلق الهديد من الصعوبات وكان في حالة ذهنية جيدة وتبع كان لدينا فرصة في الشوط الثاني للتسجيل لكننا لم ننجح في ذلك ليست هناك حسابات يجب القيام بها علينا الفوز في المباراة المقبلتين وإذا ذهب المنتخب المغربي لخوض مباراة الجابون بجدية فسوف يتأهل ووصل خلال المبارتين أمام المغرب لم أفهم كيف لاعب مثل أمر بطأ لا يأخذ بطاقة صفراء علما أنه كان يرتكب أخطاء في كل مرة ويتركونه بحالها هناك العديد من اللاعبين في المنتخب المغربي كان يجب أن يتلقوا بطاقة صفراء ولم يحصلوا عليها وهذا أزعجني نعم المغرب كان متفوقا بفارق كبير وهو أفضل فارق في أفريقيا وحاليا أي فارق كان سيأتي للعب كان سيسقط وبالنسبة للحكم كان عليه أن يقوم بعمله من حين لآخر يضيف المتحدث ذاته حكيمي أعبر عن سعادته بالفوز ويشيد بدعم جماهير وجداء علق أشرف حكيمي عامد المنتخب الوطني المغربي على الفوز الكبير الذي حققه الفريق على منتخب أفريقيا الوسطى ضمن الجولة الرابعة من تصفية كأس أفريقيا للأمم وفي تصريحاته بالمنطقة المختلطة أعرب حكيمي عن سعادته بالفوز الثاني توليا على نفس الخصم وهو الفوز الرابع للمنتخب في تصفية قائلا نحن سعداء بهذا الانتصار واستعيد أكثر بتنوع طرق التسجيل وتعدد الأهداف الأهم هو أننا نسير في الطريق الصحيح ونعمل بجد ولا نتوقف عن ذلك وأشار حكيمي لأن منتخب أفريقيا الوسطى بدأ المباراة بطريقة مغيرة حيث أحكم أغلاق المنافذ الدفاعية مما جعل المنتخب المغربي يبحث عن الحلول البديلة لتحقيق الأهداف وأضف لقد وجدنا الحلول في النهاية ونجحنا في الفوز بربعية مستحقة واختسم حكيمي حديثه بتوجه الشكر لجماهير مدينة وجدة مشيدا بدعمها الكبير خلال المباراة وقال الجماهير كانت رائعة وسدد وسندتنا بقوة وأشكرها باسم الجميع على دعمها المتميز المنتخب الوطني يواجه نظره الفرنسي في مباراة ودية يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة نظره الفرنسية في مباراة ودية ستجمع بين الطرفين يوم الخامس من نومبر 2024 بقاعة مدينة الأفوال الفرنسية وتدخل هذه المباراة الوذية في إطار استعدادة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة إلى الاستحقاقات المقبلة وكان المنتخب الوطني قد خرج من الضور ربعي نهائي من كأس العالم التي استضفت دولة أسباكستان أمام منتخب البرازيل الذي توجب لقب فيما المنتخب الفرنسي خرج من الضور النصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين ويحتل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة المركز السابع عالميا والمنتخب الفرنسي يحتل المركز العاشر عالميا فصيل البلاك أرمي بعد التفاق الجيش الملكي مع المدرب فيلود نرفض التعاقد مع مدرب ضعيف لم يراكم سوى التجارب الفاشلة أرفض فصيل بلاك أرمي تعاقد نادي الجيش الملكي مع المدرب الفرنسي هوبرت فيلود موجهان سما الانتقاد إلى الرئيس المنتدب أبو بكر الأيوبي وكذلك وكيل الأعمال محمد الخرازي لما اعتبره تدخولهما في الاختصاصات التقنية البعيدة عن نطاق صلاحياتهما وذكرت المجموعة المساندة للنادي العسكري أنها ترفض بشدة التعاقد مع مدرب ضعيف جدا لم يراكم في السنين الأخيرة سوى التجارب الفاشلة قاريا ومحليا ولا فرق بينه وبين سلفه سوى اللغة الفرنسية وأضف عن الأيوبي ووكيل الأعمال المذكور نرفض التدخول في الاختصاصات التقنية البعيدة عن نطاق صلاحياتهما ونؤكد أن هذا المدرب غير مرحب به بتاتا بسبب عدم كفاءته والطريقة التي جاء بها ستجعل عمله جحيما بدءا من مباراة الجمعة كما سجل الفصل سلف الدكر مؤخدة على إدارة النادي العسكري لعدم مبادرتها لتأهيل الملعب البلدي لمدينة القنيطرة قصد استقبال مبارية دور أبطال إفريقيا هذا واتفاق الجيش الملكي مع المدرب الفرنسي هوبرت فيلود على تولي تدريب الفريق العسكري خلف للبولندي المقال تشيسلاف ميشين فيتش بسبب سوء النتائج ترجمة نانسي قنقر